دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا والأولادنا وهنا بجانب متعة اللعب فيه شيء آخر مفيد جدا وهو الرقي بعقولنا لأننا هنذاكر ونفكر ونطور هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينيكس وماك وانتوا هتلاحظوا في السلسلة أننا عادي ممكن أشتغل معاكم على أي نظام بنفس اللغة ممكن كمان لو أولادنا عندهم 9 سنوات فيما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة ده غير كمان أن برمجة الألعاب بتشغل التفكير وتنميه وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا وهنسهل كمان أكتر في الشرح بس في حاجة لازم ننتبه لها كويس لازم نذاكر بالترتيب نذاكر بالترتيب يعني أول درس في السلسلة بعد كده تاني درس في السلسلة بعد كده تالت درس في السلسلة وهكذا وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل يعني مثلا ممكن أصبط ليك ملف في أول السلسلة ونفضل نشتغل به لو أنت مثلا شفت الحلقة رقم 5 وجيت تطبق وراها هتعمل error لأنك ما شفتش ظبط الملف ده في الأول فلازم نعرف أن تسلسل الشرح تسهيل لنا من الأساس أما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقايمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها أي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله هنفتح مع بعض برنامج رينج مبادل اللي احنا بنبرمج عليه وبنشتغل عليه والبرمجة هي هي شغالة على ويندوز أو لينيكس أو ماك زي ما احنا مشغالين بفضل الله وآخر حاجة كنا عملناها نفتكر مع بعض هو المسلس وتضربنا عليه وقلنا أن احنا مش لازم نعمل مسلس شكل ومستقيم عادي ممكن نعمل أي سري كورنرز ونرسم بفضل الله بسهولة عاوزين دلوقتي نحزف اللي احنا رسمناه بالمسلس من هنا كده اهو كده وهو تتغير هنا نعلم على ده كده نعلم على ده كده هو هنا الماك مختلف شوية نعلم على ده ونحزفه ونحزف دول كده اهو واجي هنا وابدأ ان انا اشتغل طيب عاوزين نعمل ايه بقى عاوزين ان احنا نرسم مستطيل بس يعني ايه مستطيل وليس اليبس يعني انا الشكل البيضاوي رسمناه مع بعض كان شكل بيضاوي صريح لكن انا مش عاوز شكل بيضاوي انا عايز اعمل ريكتانجل بس الحواف بتاعته الاربع حواف بتوعه انا اخليهم يبقوا ريدياس على مزاجي انا ماشيا باش مهندسين فهنعمل ايه هنعمل ايه بصوا سهل خالص ال underscore draw underscore هنا بقى مش ريكتانجل لا rounded underscore rectangle ودي القسيم بتوع الايه بتوع الدلة اوكي باش مهندسين هنا المعطيات اللي هو محتاجها مني محتاج هنا الدلة دي عايزها parameters عشان تشتغل بفضل الله فتعالوا نجرب مع بعض x و y الاول نخليها بعشرة من الشمال وبعشرة من فوق اوكي وبعد كده نديله عرض وطول ف يعني هنا النقطة التانية هي اللي هتحدد العرض والطول فهمينا نقصه دي النقطة التانية يعني دي كده نقطة اولى خلاص طيب انا هتحدد العرض والطول ازاي انا مش هتديله عرض وطول لا مش هتديله عرض انا هتديله نقطة تانية علشان هتحدد العرض والطول ماشي عشان بس ايه تفهموني صح بفضل الله ماشي يا باش مهندسين يبقى انا هاجي هنا هقول له النقطة زي ما برسم ال rectangle بزا شفتوا rectangle هو زي وزي rectangle بس هزود عليه اتنين radius علشان يخلوا الاربع radius بمزاجي تعالوا مشوفوا مع بعض انا هنا هتديله النقطة التانية على بعد من الشمال 200 ومن فوق 100 ماشي بعد كده الكنين اللي جايين دول بقى يخصوا ال radius يعني انا في البداية كده هتديله صفر وصفر عارفين كده هيبقى ايه هيبقى بالزبط مثلة اسمه ايه ده هيبقى بالزبط مستطيل هيبقى بالزبط مستطيل من غير تغيير مستطيل زي اللي رسمناه دلوقتي هنديله اللون AL underscore map underscore rgb ونديله مسلا لون zero zero 255 يبقى ازرق كده ماشي والثيكنيكس نديله ايه تلاتة ودي شغله كده ماشي مهندسين وبصوا معايا شايفين المنظر؟ طبعا الحركة مش هتأثر لان انا مش ربطه بال X و Y بتاع ال object شايفين؟ مستطيل زيه زي اللي رسمناه لكن ده بقى لو غيرت القيمتين دول لأي قيمة تانية اقدر ان انا بفضل الله اتحكم في ال radius على مزاجي مش بيضاوي بقى لا على مزاجي بقى بيضاوي اقل اكتر من لما انا ما عايز ماشي؟ تعالوا نشوف مع بعض لو انا عملت ده واخدته كله كده واجي هنا انزل وحطه كل اللي انا هعمله ايه عن اللي فات؟ كل اللي انا هعمله هخلي دي بعشرة ودي بعشرة اوكي؟ وهعمل شغالوا كده باش مهندسين بصوا بقى خدتوا بالكم راوندد بمزاج انا راوندد بايه؟ بمزاجي يعني مش الابس مش بيضاوي لا وهكذا كل لما تزود ال radius اوه يعني لو انا جيت هنا وخليت ده ان هو يبقى comment وجيت هنا وعملت بست تاني بدل عشر عشر خليها عشرين عشرين هنا عشرين وهنا ايه؟ عشرين radius ال x و radius ال y شغالوا كده باش مهندسين ايه اللي حصل انا سيبته بالcomment ما رسمش حاجة save شغالوا كده اه بصوا شايفين؟ وهكذا كل لما تزود يزيد معاك لو خليته مثلا خمسين خمسين و save وشغلت هتلاقي ال radius ذات لكن انا مش عايز كده انا مش عايز كده عايز شكل بيضاوي عندك لإيه؟ ال ellipse لكن هنا ال round rectangle ده حلوته في ايه؟ حلوته ان هو يبقى مظهر جمالي مش يعني لو بيضاوي خلاص يرسم ellipse لكن هو حلوته ان هو ال radius بتاع ببقى قليل كده هادي اوكي؟ زي الماك زي ويندوز 11 لما عملوا فيه الموضوع ده وقعدوا يعملوه شو كده خطوا بالكم طيب يبقى ده كده ايه؟ rounded rectangle لو نفس الكود يا باش مهندسين نفس الكود خطوا كله كده copy ونزلت حطيته هنا paste كده عايزين نعمل ايه بقى؟ fill يبقى انا هعمل fill ماشي خل لي كده خل لي كده هعمل fill يبقى هشيل thickness الصمك بتاعه وهنا draw بعد draw هعمل اندرسكور هعمل ايه؟ fill ده اوكي خليه باللون لصفر كده وكده save شغله كده باش مهندسين اهو اتعبى بالايه؟ بالاصفر طبعا لو انت مثلا قللت النقطة دي خمسة وزودت النقطة دي خمسة وعملت سيب وشغلت هيبقى كده ده هبطوا بالكم طيب لو انا عملت العكس يعني خليت دي زي ما هي خلتوا بالكم ان احنا خلينا اللي اصفر يغطي على الازرق طيب اللي هو الازرق اللي هو رسمة اصلا رسم مش فيل ها؟ انا رجعت ده تاني لو انا بقى انا دلوقتي قللت من هنا وزودت من هنا فزات حجمه طب لو انا عملت العكس يعني خليت دي بخمستاشر ودي بخمستاشر وخليت دي مية خمسة وتسعين وخليت دي خمسة وتسعين وعملت سيب وشغلت هتلاقوا العكس هتلاقوا ان اللي اصفر هو اللي بقى جوه الايه؟ هو اللي بقى جوه الازرق ماشي؟ طيب لو انا عملت كممنت الكل ده كده وروح تعمل ازاي جيت في الاخر كده وروح تعمل كده وروح تعمل ايه بقى بصوا باش مهندسين عايزين نركز ده كده ايه؟ خلوه اهو ماشي وشيلوا ده بس هو اللي شغالها وهخلي هنا الاكس بتاع العنصر والواي بتاع الايه؟ بتاع العنصر هشغل كده شوفوا ايه اللي هيحصل هايخين؟ طيب هنا دي النقطة الاولى الاكس والواي اللي انا عملته ده بوز له الشكل لان انت اساسا كده خرجت من بره الشكل طب عايزين نرجع الشكل تاني كل اللي انا عايزك تعمله اعمل كنترول زد في الويندوز بس هنا في الماك كممنت زد ماشي وهتزود على كل واحدة منهم الاكس هونجر نشوف يعني النقطة دي اكس زاقد وي زاقد والنقطة دي نقطة النهاية اكس زاقد وي زاقد تمام؟ شغلوا بقى كده طالع مزبوط طب ماشي؟ ماشي معاي خدتوا بالكوابش مهندسين ليه باعملكوا كده؟ علشان لما الشكل يبوز تبقى عارف وباز من اين وتقدر ان انت بفضل الله توصل للمشكلة وتحلها لازم تبقى انت ايه فاهم القصة عشان تقدر تتحكم ويا رب تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة